السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناة صلرة مع فيديو جديد ودرس جديد بعنوان الأعداد الكسرية الجمع والطرح إذن في البداية سنقوم بتوضيح كيفية حساب مجموع وفرق عددين كسريين وفي الآخص سننتقل إلى إنجاز تمرين تطبيقي سنبدأ بالحالة الأولى وهي جمع وطرح عددين كسريين لهما نفس المقام ونأخذ المثال الموالي أربعة على خمسة زائد اثنان على خمسة إذن كما تلاحظ بأن هذين العددين لهم نفس المقام إذن لكي نجمع هما سنحتفظ بنفس المقام خمسة ونجمع البسطين إذن أربعة زائد اثنان تساوي ستة على خمسة ننتقل إلى العملية الثانية وهي طرح عددين كسريين لهما نفس المقام ونأخذ المثال الموالي أربعة على خمسة ناقص إثنان على خمسة إذن تساوي إذن سنقوم بالاحتفاظ بنفس المقام والذي هو خمسة ثم سنطرح البسطين إذن سنكتب البسط الأول الذي هو أربعة ناقص البسط الثاني الذي هو إثنان إذن أربعة ناقص إثنان تساوي إثنان على خمسة سنتقل الآن إلى الحالة الثانية وهي جمع عددين كسريين لهما مقامان مختلفان ونأخذ المثال الموالي إذن كما تلاحظون أن هذين العددين لهما مقامان مختلفان قبل أن نقوم بجمعهما يجب أن نوحد مقاميهما بالنسبة لطريقة توحيد المقامات رأيناها سابقا في الفيديو الذي كان قبل هذا الفيديو وسأترك لكم الرابط في صندوق الوصفة إذن بالنسبة للمقام الموحد هو 21 بالنسبة لهذه الطريقة تم شرحها بالتفصيل في الفيديو السابق كما قلت إذن حصلنا على 4 على 3 تساوي 28 على 21 و2 على 7 تساوي 6 على 21 نعود الآن إلى المجموع ثم نعود كل عدد بالعدد المكافئي له إذن 2 على 7 زائد 4 على 3 تساوي 6 على 21 زائد 28 على 21 كما نلاحظ أننا حصلنا على عددين كسريين لهم نفس المقام إذن سنطبق القاعدة السابقة سنجمع البسطين ونحتفظ بنفس المقام بالنسبة لعملية الطرح فهي نفس طريقة عملية الجمع يكفي أن نغير الإشارة ثم نحسب كما وعدتكم في بداية الفيديو سنقوم بإنجاز هذا التمرين التطبيق المتعلق بدرس الأعداد الكسرية الجمع والطرح إذن نأخذ المثل الأول 2 على 3 زائد 10 على 3 بالنسبة لهذه العددين كما نلاحظ بأن لهم نفس المقام إذن سنحتفظ بالمقام 3 ثم سنجمع البسطين إذن سنحسب 2 زائد 10 ثم نحسب إذن 2 زائد 10 تساوي 12 والمقام هو 3 بالنسبة للمثال الموالي 7 على 6 ناقص 4 على 6 كذلك هذين العددين لهم نفس المقام إذن سنطرح البسطين ونحتفظ بنفس المقام إذن سنحتفظ بـ 6 بالنسبة للبسط سنطرح البسطين إذن 7 ناقص 4 7 ناقص 4 تساوي 3 المثال الموالي لدينا 4 على 5 زائد 6 على 7 إذن كما نلاحظ بأن هذين العددين لهم مقامان مختلفان إذن قبل أن نجمعهما يجب أن نوحد هذين المقامين بالنسبة لطريقة توحيد لمقامات رأيناها سابقا في الفيديو السابق إذن ستجدون رابط الفيديو في صندوق الوصفة إذن بعد البحث عن المضاعف المشترك الأصغر لـ 7 و 5 نجد بأن هذا المضاعف المشترك الأصغر هو 35 إذن سنكتب هنا 35 ثم 35 إذن 35 هو المقام الموحد لهذين العددين إذن 7 سنبحث عن العدد الذي ضربنا فيه 7 لكي نحصل على 35 إذن هذا العدد هو 5 إذن 7 مضربة في 5 تساوي 35 كذلك 6 سنضربها في نفس العدد يعني في 5 إذن 6 في 5 تساوي 30 بنفس الطريقة سننجز أو سنوحد مقام 4 على 5 إذن بالنسبة لـ 35 حصلنا عليها بضرب 5 في 7 ونفس العدد سنضربه في 4 يعني 4 سنضربها في 7 إذن 4 في 7 تساوي 28 وعشرون سنعود إلى المجموع السابق إذن 4 على 5 هي 28 على خمسة وثلاثون ونكتب 28 على خمسة وثلاثون زائد 6 على 7 تساوي 30 على خمسة وثلاثون إذن زائد 30 على خمسة وثلاثون لاحظوا الآن بأننا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام إذن سنتبع القاعدة السابقة ونحتفظ بنفس المقام خمسة وثلاثون ثم نجمع البسطين إذن 28 زائد 30 28 زائد 3 تساوي 58 ونحتفظ بالمقام خمسة وثلاثون بنفس الطريقة سننجز طرح هذين العددين إذن بالنسبة لي 3 و4 فإن المضاعف المشترك الأصغر لهما هو وإتنى عشر إذن 12 وفي نفس الوقت هو المقام الموحد إذن 3 ضربناها في 4 لكي نحصل على 12 كذلك البسط 2 سنضربه في 4 إذن 2 في 4 تساوي 8 4 ضربناها في 3 لكي نحصل على 12 إذن 1 سنضربها كذلك في 3 إذن 1 في 3 تساوي 3 وبهذا سنكون قد حصلنا على عددين كسريين مكافئين للعددين الكسريين السابقين ولهما مقام موحد إذن 2 على 3 سنعودها بالعدد المكافئ لها يعني 8 على 12 ناقص 1 على 4 كذلك سنعودها بالعدد المكافئ لها وهو 3 على 12 إذن لاحظوا بأننا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام إذن سنطبق القاعدة السابقة إذن سنحتفظ بنفس المقام 12 ونطرح 4 إذن 8 ناقص 3 ثم نحسب 8 ناقص 3 تساوي 5 إذن 12 أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم موعدنا في القادم بحول الله مع فيديو جديد ودرس جديد ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته